الهدف الرئيسي هو الأشخاص لنظام المناعي يتحمل هش الأشخاص المسنين الذين لديهم مرض القلب والسكري مثلا هؤلاء هؤلاء الأولوية لأنهم مستحيل لأنهم لديهم المناعي نقصة وعندما يأتي النظام المناعي هش يتسبب في تضاعف الخارج يلقى روح وهذا بالنسبة للأشخاص لا يوجد إلا الإجراءات الوقائية يعني أضاره لم كان يوم إلا il shooters لأن المشكلة في الإنفلونزا باختصار أنه عندما تدخلك الفيروس في الجسم منتاعك 24 ساعة أو 48 ساعة الأول د California لم يوجد أعراض ولكن فيروس موجود في الإنسان لو أنا مثلا يمكن أن نتكلم إلى أنفلونزا منذ frankly هي لدينا الإنفلونزا سابق للأحداث بالنسبة للإنسان ولكن لما يوجود الأعراض الحمى أو السعلاء يكون عندك تلتيام الفيروس الموجود في الجسم فبالتالي مستحيل أنك تداوي الأنفلوانزا لأنه داوي حاجة لما تكون بدات في الجسم تكون مشات بزاف فدواء فيه موجود عائلات دفاع الدواء ضد الأنفلوانزا ولكن نقص إلا من حدة الأعراض ولكن ما تقدرش داوي الأنفلوانزا لهذا السلاح الوحيد في الأمراض مثل هذه هي التلقيحات لأن التلقيح راح نلقحه في أكتوبر في الأوائل وهذا نجنبه أن الفيروس يدخل في جسم الإنسان قبل وجود الأعراض نعم والآن هل يمكن تلقيح دورك في هذا الوقت طبعا يعني يكون هدفين رئيسيين في تلقيح تلقيح بالنسبة للمجموعة الأشخاص يعني لماس الشعب وهذا يكون في أكتوبر لكي يكون عنده مفعول لأنه لازم قبل ما يدخل الوباء صح ولكن أنا ولأنت مثلا عندنا الوالد ولأشخاص عندهم أمراض مزمنة ولأننا نخدم في المستشفى وعندنا مرضى عندهم أمراض مزمنة لازم نلقح في أي وقت لأن المشكلة والهدف أنه ما ننقلنش الأنفلوانزا في هذه المرحلة وفي ضرف معين فبالتالي التلقيح يقدر يمشي المسؤول وتفعول تعه إلى أواخر شهر ولأنت مثلا لذلك